معانا فقرتين مهمين معانا الفقرة الاولى مع المستشار يسري شهاب المحامب النقد خبير جرائم المعلومات عدو منظمة جينيفي الدولية هنتكلم عن النصب اللي احتيال وفي موضوع حلو استنونا ان شاء الله هيعجبكم الفقرة التانية معانا السياسي البارز سيد بيدرويش عدو امانة امبابا ويعني قيادي بارز في حزب مستقبل وطن هنتكلم عن حاجات كتير جدا انتظرونا هنبتدي باول حاجة زي ما عودناكم في برنامج صباح بكرة احلى ان احنا نتكلم عن الاشعاعات عندنا اشعاعات يعني كتير النهاردة بس يعني ايه هنختصرها في اهمهم وهو هنتكلم عن بيقولك فرض ضريبة 150 جنيه على تصريح الوفاة يعني الميت يموت ويبقى خراب بيوت وكل حاجة لا هو الكلام ده مش مزبوط مش معقولة حد ما دلوقتي والناس ما عاش فلوس هتدور على مين يتفعلون 150 جنيه يعني باللوجيك كده الكلام ده مش مزبوط فنخلي بقى لنا من الاشعاعات قلنا الاشعاعات بتهد دول وبترجع دول وإحنا محتاجين كل واحد فيكم يقف جنب الدولة لان احنا دلوقتي في وقت صعب شوي ويمكن الاحداث اللي حصلت وبتحصل بتؤكد ان مصر كبيرة ومصر قوية وفيه ناس بعد ما بياخدوا قرار بيرجعوا تاني ويقولوا لا احنا نخاف ان احنا نعمل القرار ده عشان مصر كبيرة مصر كبيرة بيكم لازم نقف جنب القيادة السياسية عندنا كمان بيقول لك تغيير العملة الورقية بالنسبة لفئة العشرة جنيه يا جماعة مفيش تغيير انتو لما تشوفوا حاجة متغيرة يبقى تغيير لكن بلاش نحطوا ادنينها جنب الاشعاعات فيه عندنا كمان ايه تانية بيقولك الغاء معاش اللي بيستهلك كهرباء بـ 800 جنيه شوفوا الخيبة يا جماعة يعني بالمنطق كده هو يعني واحد بيستهلك كهرباء 800 جنيه ايزا اقول لكم على حاجة في حد ما عندوش تكييف وبيوصل الكهرباء عنده الالفين يعني فيه شكوى كانت جيالة انه ترفع حد من التموين عشان جات له كهرباء الفين الكلام دوت كله وارد انه مثلا عداد يكون مش مظبوط ويعني وارد يكون فيه مخالفة مع معينة فبالتالي ده مش مقياس زائد انه 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 كمان المعاش ده حق مفروض وحق واجب مش الدولة بتديه كده لا ده حق واجب راجل دفع يعني جزء من المعاش دوت هو شغال فبالتالي بياخده تاني بعد ما طلع معاش ما نخلي بالنا برضو من الحاجات دي عندنا السلطان ابن سعيد سلطان امان توفاه الله صباح اليوم بنعزي من خلال برنامج صباح بكرة احلى وشعب مصر الاصيل بيعزي شعب سلطان امان البقاء لله والدوام لله عندنا تاني خبر ايه الخبر المهم دلوقتي هو ان احنا معانا المستشار يسري شهاب المحاب اهلا وستهلا بيك اهلا وستهلا واجد بيه نورت صباح بكرة احلى دايما صباح بكرة احلى منورة بتواجد واجد بيه وزير لإعلام الرأي حبيبي حبيبي تقول كلامي مثل القلب زي عادتك حبيبي حبيبي فياني انت كنت فين الناس بتقولي هو كان فين كل تلات حلقات هيجبنا مرة لا عشان ظروف الشغل هو يبقى معاكم مرة في الصحر دايما ان شاء الله ان شاء الله طيب عايزين نتكلم بالنسبة للنصب والاحتيال الاول عرف لنا جريمة النصب وتكيفها ازاي الاول عشان الناس بس تبقى عارفها جريمة النصب في قانون العقوبات في نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري قالت ايه عن جريمة النصب جريمة النصب كل من قام بالاستلاء على نقود او سندات او متاع او منقول بطريق الاحتيال يعني ايه بطريق الاحتيال بطريق السلب عن طريق مشروع وهم كاذب عن طريق وقعة مزورة عن طريق اتخاذ انتحال صفة او اتخاذ صفة كاذبة ويسلب هذا المال او بعض المال او بعض السندات او بعض المنقول ويخليه في حياسته هو ده النصب وهو ده الاحتيال يعني ما فيش قوة وما فيش اي نوع من انواع الاحتيال لكن هي طرق احتيالية بيتحايا 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 النصب على الشخص اللي هو المجن عليه هو ده النصب طب يسري بيه فيه مثلا حد ممكن يبلغ عن حد اخر انه نصب عليه واحتال عليه ولكن باقوال مرسلة بدون مستندات هل ده قانونا يا جزء؟ لا طبعا ما ينفعش والنهاردة انت حضرتك علشان اي حد يتنصب عليه او يروح يبلغ ان تم النصب عليه من احد الاشخاص لازم يكون فيه دلائل وفيه قرائل تشير على ان فيه وقعة حدثت بالفعل الدلائل دي عبارة عن ايه؟ مثلا يعني هن تقول مثلا يعني بعد المدخلة التليفونية الو الو السلام عليكم عليكم السلام صباح الخير استاذ مدي استاذ ودي اهلا يا استاذ عدوي سامير اهلا وسهلا صباح الامل صباح السعادة صباح بكرة احلى صباح الخير يا فندم احب اصبح على حضرتك اهلا اهلا صباح السعادة صباح الفل يا فندم احب اصبح على ديف حضرتك الكريم الاستاذ يسر شهاب الدكتور المفضل لديك ما شاء الله المستشار يسر شهاب مفضل لديك ولديك ولدا الجميع صباح الخير يا دكتور أهلا وسهلا بك المهم فيه سؤال المستشار يسري شهاب المحامي بن نار أنا دلوقتي امتبع حضرتك وإسماءة حضرتك وممكن تتكلموا عن الظاهرة اللي بقت فوق الوصف دلوقتي مشكلة النظب دي ومش عارفين نتعامل معاها ازاي حضرتك كنا عايزين نستفسر بس ونعرف من الدكتور بتاعنا الأستاذ يسري نتعامل ازاي مع الناس دي او ايه الطرق اللي حاول نعرف الناس دي نعرف منها ازاي بيتعاملوا معانا بالطرق اللي بتعاملوا بها دي وخصوصا ان هم كتروا قوي ايوة بس يعني في انهي حتة يعني يا ترى النظب في الاسكان النظب في الاراضي النظب في التعامل في اماكن حكومية النظب فيه بالاخص موضوع الاراضي حضرتك ايه بقى زاق الأخص عن موضوع الاراضي والاسكان جميل زاد كتير عن الحد موضوع الاراضي كمان ناس بقى تستولى على الاراضي وناس بيبيعها من باطل لناس وبيطلع في الآخر اللي بيشتري هو المضرور طيب هو طبعا هنسأل المستشار يسري شهاب المحمد بالنقدة نسأله الكلام دوت في الحلقة بس قل لي حضرتك شغال ايه انا حضرتك شغال في شركة امن ايه في فندق اه في شارع الهرم تمام ماشي يعني شغال امن في فندق وصاحي بادر يعني ولا انت بروح تشغل النهار انا لسه جاي والله ما كملتش ساعة وحابب ان انا على طول متابعة البرنامج بتاع حضرتك ايه فحاببتي ان انا انتظره عشان اتطمن طبعا على الاستاذ يسري شهاب ايه اللي غايب بقاله كام حلقة كده ما مش شايفين انا لسه كنت بيتخنق معايا بيقولك الشغل كتير ومن ساعة البرنامج بجيه الله هو اكبر عليه يعني الدنيا بستحملة يعني اتشرفنا بيك يا استاذ عدوي مش عارفين يقول لحضرتك ايه ان انت بتجيب لنا ناس بنستفيد منها وبنستفيد من حضرتك برضو واجد بيه ربنا يسعيدك استاذ عدوي اتشرفنا بيك ومنتظريناك برضو الحلقات اللي جاية وصباح بكرة تحت امرك يا فندق ميكمل الاجابة على السؤال وبعدين هو السؤال اللي سأله ده انا هسأله لك اساسا كده كده في الحلقة احنا طبعا اه لازم نجاوبه برضو علشان خاطر رجلي بعارف في ايه او عشان ما يقعش في شبكة النصابين هنجاوبه لكن انت حضرتك كنت بتقول ايه ان كلام المجنع عليه هل هو كافي لبلاغ النظم ولا لا لا طبعا الاقويل لا لازم يكون لك افعال ايه هي الافعال يكون فيه سلوك اجرامي تم استخدامه تجاه هذا الشخص اللي هو المجنع عليه يكون تم استعمال طرق احتيالية ايه يكون تم استناع وقائع بمعنى اه يكون فيه وهم اتعرض ليه هذا الشهر مثلا يعني راح لأحد الاشخاص واوهمه ان هو شركة توظيف اموال وهيديله نسبة اعلى من نسبة البنك اه فده كده يبقى نصب عليه نمرة واحد نمرة اتنين ممكن يعرض له شقة بسعر زهيد جدا اه وتكون الشقة في مكان راقي بسعر عالي جدا بس فيه مستند احيانا كثير اصطناع اصطناع المستندات اصطناع اصطناع طب فيه احيانا يسري به مثلا بيحتال لدرجة ان هو مثلا يقولك ايه بالود كده هو هديك فلوس يعني عايز مني طال انت بخونني فيديله الفلوس ما هي المشكلة تمشي دي ولا برضو ما تمشي لا هي تمشي لسبب هو المشكلة ان النصب او اللي منصوب عليه دايما بيبقى طماع يعني اذا كان النصاب رجل ذكي فالضحية بتاعته بيكون رجل طماع بيطمع النهاردة مثلا هو بيطمع في سعر عمارة مثلا 8 مليون جنيه فييجي عرضها له بمئة الف جنيه شقة تمانها 50 الف جنيه يعرضها له ب10 تلاف جنيه فبيطمع فيقع في هذا الفخ زي شركات توظيف الاموال وشركات السفر والحب النهاردة الادارة العامة التكنولوجيا المعلومات ابضت على صفحة على الفيس اسمها صفحة خورس منزلة منشورات ومنزلة صور ومنزلة عروض رحلات للحج ببلاش فبالتالي الضحية طماع بدل ما يروح يدفع 50 الف في رحلة حج هيدفع 20 الف في رحلة حج فعمل 22 بلاغ نظر فلازم الناس تخلي باله طيب بالنسبة للي بيعلنه عن اراضي ومساكن وهمية هل ده برضو تحت الاحتيال والنظر؟ لا هو بيعرضه على العرض ده في نظر طبعا لكن الاستلاء على الاراضي نفسها ده تعد على حيازة ده يعد جناية ما تعداش هو كل المسألة اعلن شقة تدفع مقدم 50 ارث وكل سهر مش عارف بسعره قليل مشروع لا هو مشروع ولا حاجة شوية مكتات شوية سوى لا مشروع وهمي كاذب ايوة يعني هو بيدعي ان هناك فيه زي مثلا حد يقولي الارض دي بتاعتي او الكمبون ده بتاعي او الارض دي هقوم عليها عمارة ويبدأ يبيع في الشؤة وهو اساسا لا يمتلك هذا الارض ايوة فده مشروع وهمي كاذب ده يعتبر طبعا نظر نظر لان النظر عبارة عن ايه استخدام طرق احتيالية باهام الناس بمشاريع تذبه او انتحال صف زي مثلا يعني ان حد ينتحل صف الضاب يجي يتكلم معاك وهو مسك جهاز لسلكي وقولك لو احتاجت اي حاجة انا ممكن فده نظر او يرتدي ثماعة وقولك انا طبيب في المستشفى مش عارف ايه بس يبقى فيه مظاهر شكل عام يدون يتخذ هذا الشخص علشان يغدع المجنعلي صحيح طيب هنا بقى الوسيط يا يسري به يعني هل الوسيط اللي هو السمصار لما يبيع شقة او يبيع اه مثلا ارض وهو يعلم او لا يعلم يعني ياريتني يبقى برده دخل في هذه الشبكة دخل بس بشرط ما هو النهاردة الوسيط ما هو لولا الوسيط ما كانتش امت الجريم الوسيط هو همزة الواصل بين الجاني وبين المجنعلي لو يعلم فهو دخل طب لا يعلم ما هو هنا ركن العلم اذا كان هناك علم فهو متهم اذا لم يكن هناك علم فهو حسن الني حسن الله هو مش من المفروض عليه كوظيفة وسيط ان هو يتأكد من هذا الشخص قبل ان يعلن عن دوته يجيب حد لا هو المفترض ان شغلة الوسيط دي بيبقى بيها في بيها ترخيص معين وبيشتغل هذه الشغلانة وهو لا يعلم اذا كان ده نصاب لكن اذا كان يعلم ان هو نصاب فيبقى هنا بيقع تحت ناص المادة 336 من قانون العقوبات ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ساعد وكل من شارك وكل من اتفق وكل من حرض على ارتكاب هذا الجزء طيب متى ينتفي يعني الشكل العام لجريمة يعني متى ينتفي هذا الركن من النصب والاحتيال للمتاه اذا انتفت اركان جريمة النصب يعني ايه جريمة النصب لها ركن مادي وليها ركن معنوي وليها علاقة بين الركن المادي والركن المعنوي وهي تؤدي الى حدوث النتيجة ايه هي الاركان اللي بتعض عليها هذه الجريمة الركن المادي اللي هو السلوك الاجرامي اللي بيتبعه الجاني الركن المعنوي ان يكون هذا السلوك باستخدام طرق احتيالية والعلاقة بين الركن المادي والركن المعنوي هي النتيجة التي يصل اليها المجنة عليه بتحقيق غاياته الاجرامية اللي هو اجر ايه اللي هو اجر فيه وقعة يعني احنا عايزين بس في الاخر هنقول ازاي يعني نحصل نفسنا من النصابين يعني لكن فيه وقعة انا يعني مستفز مستفزاني جدا ناس عندهم بيت جم حد دخل هما مسافرين دخل استولع البيت ضرب عقد ابتدائي لسين كده لاي حد وخلاص المهم يجب من الناس لاخدوا حق ولا باطل من الاخر قاعد يقولوا احنا بيعنا اشترينا المهم من الاخر قالوا احنا ايه احنا عموما نصابين احنا بلتجية احنا بتاعنا عايزين ميتال وضعه يدهم اه ايه الموضوع ده يعني انا مش عارف ده نصب واحتيال ولا بلتجة ولا ايه يريد نوضع وفي الحالة دي نعمل ايه يصري بيه اولا هو ده مش نصب بس اولا النصب بيكون على المال او على السندات او على المنقول لا يكون هناك نصب على العقار ولكن يجوز على بيع وشراء العقار الوهمي لكن العقار نفسه دخول المسكل ده جريمة التعدي على حيازة الغير ملك الغير ده جريمة اخرى علشان يقول ان ده ملكي ويقعد ده مش نصاب ده قعد واستولى على البيت استولى على الحيازة ويزور عقود يعني ما ارتكباه هذا الشخص يعد اكثر من جريمة جريمة تعدي على حيازة جريمة دخول مسكن ليس ملكه جريمة التزوير في مستند رسمي اللي هو عقد اذا كان مستند عرفه يسجله علشان قعد في العقار وادعى ان العقار ده ملكه فالنهاردة ده ارتكب اكتر من جريمة وليس جريمة نصب فقط لان جريمة النصب لتقع الا على مشروع وهمي كاذب ده مش مشروع وهمي كاذب ده تعدى على ملك الغير طب هنا في القانون بيقول لك ايه يعني انا سألنا الراجل صاحب المكان قال لك هو ابن الاخر اعترف ان هما بلطاجية وكده فالقانون بيقول لك يبقى الوضع على ما هو عليه ويفضل في المحاكم فانا هتطر احاول اديله مئة الف احاول اديله فلوس يعني انت تنصح له لا 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 طبعا لا غلطان هيحصل لان هو هيدخل في محاكم لا يا فندم وهو اصبح حاصل وضع يده على البدا ايو يا فندم بس مش موضوع ان يبقى الوضع كما هو عليه النهاردة ده راجل مزور وراجل بلطاجي وراجل تعدى على ملك وحيازة الغير لا 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 عدالة النيابة العامة فا 24 ساعة تطلعه برا وتحبسه كمان طالما هناك تزوير مش موضوع ان هناك الناس اللي بتتكلم ان العدالة بطيقة او يبقى الوضع كما هو عليه لا الكلام ده مش دايما ومش في كل الاحوال النهاردة فيه وقعة جناية تزوير فيه جناية تعدى على حيازة فيه جناية دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة كل هذه الجرائم لو قام بتحرير محضر بالواقعة المحضر بتعرض على النيابة العامة مش موضوع مدني بموضوع جنائي بالاضافة بقى ان هو يرجع عليه بداعوة تعويض عامة اصابه من ضرر لكن الموضوع في ذاته موضوع جنائي وليس مدني يحرر محضر بالواقعة والمحضر هيروح النيابة العامة وعدالة النيابة العامة هتأمر فورا بدبط احضار هذا الشخص ما هو هو معه ورق وده معه ورق وانا راجل قاعد في بيتي برضو زي ما هو قاعد في بيته وانا عارف من ان ان من في يوم اللصف الحيازة الظهرة اول حاجة بتعملها النيابة العامة تطلب تحريات المباحث الشرطية تمام تحريات المباحث بتقول مين المالك ومين الحائز ومين المزور والمستندات المزورة النيابة العامة بتفتضح امر هذه المستندات بتخدس وقت يعني زبانات معطقة من اول وهلة يعني لا يا فندم لا ما فيش لا في عدالة وفي قانون يعني طيب فيه هنقول الناس ازاي يعني ازاي الناس هتتتقي شر النظب والاحتيال تمام يا فندم هو النهاردة اي شخص او ردا على المداخلة اللي جات من استاذ عدوي سامير النصاب رجل رجل ذاكي جدا وبيستغل ضعف وهوى الاخرين دايما الضحية زي ما انا ما قلت الحاضرات كده انه الضحية بيبقى طماع فبينصاق هذا الحلم اللي هو بيعتقد انه حلم او مجزد فاحنا نحب نقول اولا علشان ما نقعش في واقعة نظر نمر واحد لناخذ بالمظاهر يعني يجي لك النهاردة تخش شركة معينة بيكون مؤجر شقة مفروشة مع عربية اخر موديل يرتدي الزي الفاخم والشيك والاناقة والمظهر الجميل فانت تنخدع بهذا المظهر ممكن يقابلك في فوندق خمس نجوم ويغرم على مقابلتك مبلغ محترم فعلى قد انت تنخدع بهذا الشكل فنمر واحد لا ننخدع بهذه المظهر نمر اتنين عند الشراء او البيع نستحب زو خبرة يعني خد معاك محامي خد معاك مهندس خد يا اخي معاك محامي يا اخي ما تاخد يا اخي محامي معاك المحامي دوره ايه هنقعد في بيوتنا احنا وانتم تتتغلوا وفي الاخر بتنسب عليكم المحامي في البيع والشيرة هيروح يتأكد من الحي الضرائب العقارية ادارة الكهرباء ادارة الغاز اذا كان هناك شراء لشقة او عقار او شراء لاي شيء رايح تشتري حاجة مكنة خد معاك مهندس رايح تشتري اي حاجة خد معاك حد زو خبرة والاهم من كده بقى ان انت قبل كل ده تتحرى عن الشيء اللي انت هتشتريه النهاردة على صفحات السوشيال ميديا حضرتك يعني حاجات غريبة الشكل الشيخة المغربية المقوق الجنسي زراعة الشعر يعني منك نجم في 48 ساعة لا كلام ده مفروض كلنا اخيرة بقى في اخر الفخرة الجميلة الواطم يخلص بحرك بطريقة سريعة جدا فهي كلمة الاخيرة انا احب اقول لكل انسان ان انت خليك حريص وما تطمعش وبعدين الافعال مش يعني الافعال هي التي تؤكد العمل وليس الكلام واحب بقول كلمة اخيرة لكل حد بيستحل المال الحرام اقول له رغم السعي الكبير وجمع المال الكثير صدقني ستظل ابد الضار فقير دنيا واحد وغني كل من يقنع فقير كل من يطمع بنشكر المستشار يسري شهاب المحامب النقد شكرا لك العافية اعزائي المشاهدين فقرة الاولى خلصت تجري بسرعة مع المستشار يسري شهاب المحامب النقد الجميل صديقي العزيز ومعنا بعد الفاصل فقرة السياسي البارز سيد بيه درويش امين دايرة انبابا عن حزب مستقبل وطن السياسي والقيادي البارز انتظرونا بعد الفاصل